بس الشق القانوني كمان قبل ما نعرف رأي الشرع طبعا الدكتور عزة من واقع خبرة حضرتك ودراستك بتشوف هل بالفعل زي ما سياد النائب ذكر انه التشريعات اللي لدينا والقوانين والتفاقيات الدولية لمصر موقع عليها ما بنحتاجش فيها لأي تعديلات لما يتعلق بحقوق الطفل ام انه ربما هناك بعض الثغرات حتى نحمي الطفل من فكرة الخطف او الاذاء حتى لو الاذاء النفسي قبل ان يكون الاذاء العضوي او البدني بسم الله وسهل وسهل الله بداية اه التقرير اللي تفضلتم بازاعته اه اللي انا فاهمته منه اه انه هو صور ان جريمة الخطفة عندنا ان المادة 2289 من قانون عقوبات بتتكلم او بتعاقب كل من خطف اه شخص سواء كم طفل او غير طفل وارضف بعدها بقليل بتعرضه للمادة 292 من قانون العقوبات اه في حالة امتناع احد الولدين او الجدين عن تسليم ايه الطفل لمستحق رعايته فباني الامر كما لو كان ان النص المادة 229 هو استثناء على النص المادة 2289 وده على غير الحقيقة على الاطلاق الحقيقة ان النص المادة 2289 بيعاقب كل من خطف شخص ولم يفرق بينها ان يكون الشخص هذا شخص كبير بالغا او طفلا ذكرا ام انسى بالغا او قاصرا اه كما لم يفرق بين نوعية الخاطف هل من الاقارب ام من غير الاقارب هل هو من الولد احد الولدين او سوى هم ما هو ده بقى محور سؤال محور سؤال الاب اللي ياخد ولاده نعم المادة لم تستسني المادة لم تستسني الاب والام كون احد الخاطفين هو الاب والام من هنا حضرتك يجوز تطبيق او استصحاب تطبيق نص المادة دية اذا كان احد الولدين الاب والام ولكن بشريطها اخرى قريمة اخرى وهو توافر بقية اركان الجريمة وهو القصد المعناوي في جريمة الخاطف يعني لو حضرتك شفتي تدرج العقوبات في نص المادة بدأت بالسجن المشدد عشر سنوات تمام في حالة عدم اقتران جريمة الخاطف بأي شيء اخر تمام يعني ما كانش معاها ضرب او او افا او اختصاب او اعتباء او اي حاجة هو اختطفه فقط مدرد انه انتزع حرية هذا الشخص يعاقب الشخص الذي اختطف شخصا اخر بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات دي مادة 289 289 تمام حركت بتقول حاجة على التقرير نأتي اليك ان المادة 292 292 الشق الاول في المادة 289 فقط مجرد قيام جريمة الاختطاف دون ان تقترن بها شيء اخر فاذا ما صاحب الاختطاف طلب فدية طلب فدية تزيد العقوبة من 15 سنة على الاقل الى 20 سنة طلب فدية او اي مساومة على اي حاجة اخرى او اي مساومة على اي شيء يعني اقترن بجريمة الخطف احد الجرائم الاخرى وضرب المشرع لها مثلا وهي طلب الفدية تمام تمام ممكن ان انا اخطف اذن حضرتك عشان ااثر على حضرتك تشهد شهادة اخرى او استفيد من وراها استفادة قد لا تكون مادية تمام القانون شدد العقوبة مرة ثالثة اذا ما اقترنت جريمة الخطف بهطق العرض او مواقعة المخطوف تمام تمام فجعلها تصل الى عقوبة الاعدام او الاشغال الشق المؤبدا يعني الاعدام فقط الاعدام في الخطف مع هاتك العرض او الاختصاب في حالتين دي ماتين وتسعة وتمانية ماتين وتسعين الاقوبة الاعدام ماتين وتسعين الاعدام ماتين وتسعين طيب هو في القانون المعدل الجديد سنة 2018 وتبقى للتقرير اللي عرض هي نص المادة ماتين سعة وتمانين من القانون اجراءات الجنائية 2018 تمام تمام اما نص المادة ماتين وتسعين فبيتكلم عن جريمة تانية اخرى خالص لا علاقة لها البتة بجريمة اختطاف اللي هي هو يتكلم عن جريمة امتناع احد الابوين عن تسليم الطفل لمستحق حضانته ده في القوانين بقى اللي فيها ابعاد الطلاق دي ده القوانين متين وتسعين من قانون العقوبات انا المحكمة حكمت للأم بالحضانة تمام والأب مرضاش ينفس حكم المحكمة بتسليم الحضانة للأم او العكس الطفل في حضانته الأم والمحكمة حكمت للأب بالحضانة والأم مش راضية تنفس حكم المحكمة لمستحق الحضانة سواء كان الابوين او الجديد هو فيه فندم عقوبة عامة على فكرة عدم تنفيذ حكم محكمة ولا كل قضية وليها لا 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 هي فيه نص عام عدم تنفيذ حكم المحاكم ولكن خاصة المشرع عدم تنفيذ حكم الحضانة بهذه العقوبة نخصصه يعني بهذه العقوبة عدم تسليم الطفل لمستحق حضانته او مستحق رعايته وخاصة فيها الابوين او الجديد سواء كان من ناحية الاب او من ناحية الام تمام تمام في هذه الحالة المشرد المشرع افرض لها جزاء وهو ألا تزيد العقوبة عن سنة حبس وليس سجد ده في حالة عدم تسليم الطفل لمستحق الحضانته اه افرض المشرع لها عقوبة سنة الحبس لا يزيد عن سنة لا يزيد عن سنة تبدأ من يوم تنتهي بسنة تمام والغرامة التي لا تزيد عن خمسومة جنيه بس دي تقريبا موضوع الحبس ده مش بتطبق يا دكتور عزة يعني انا عمري ما سمعت مثلا عن حد محبوس ليه جماعة في مسجون او محبوس عشان مسلمش الحضانة لا بتطبق غالبا يعني مثلا الحضانة إذا تنعت الأم عن تنفيذ حكم الرؤية المحكمة غالب الأمر بتداها حكم شهر الحبس وقد تبدأ المحكمة بتنفيذ الغرامة ثم لو عادت الحاضن أو الحاضنة لعدم تنفيذ حكم الرؤية ده في أباقي يا فندم بتعذبوا الغد الوقتي في موضوع الرؤية ده يعني حقيقي والأم نكاية في الأب عشان تنتقم منه وبترداش توريه ابنه وقد يكون العكس وقد يكون العكس طبعا بس هو لأنه في أغلب الحالات الحضانة القانونية بتبقى مع الأم صحية تمام اللي يضاف في المسألة أن مصر من أولى الدول زي ما تفضل سيدة النايب صدقت على الاتفاقيات التي تحارب جريمة اختطاف الأطفال هنا قد يعمد الأب إلى فعلا خطف ابنه والصفر به خارج البلاد ودي كرسة تانية دي كرسة تانية تمام؟ احنا بنرى أن جزئية هنا القانون عندنا مثلا في مصر لا يتيح استخراج جواز السفر إلا عن طريقة الأب طب ولو الأب أخد ابنه برا مصر فعلا ما هو دي بقى المشكلة نحن بنتكلم فيها أنا بديله كده طريقة خطف ابنه وتهريبه برا البلد على طبق من فضة لمعلومة حضرتك الأم لا تستطيع الأم لا تستطيع أن تستخرج زواج سفر لإبنه الأم لا تستطيع أن تستخرج زواج سفر لإبنه ويستطيع هذا الأب ولذلك في بعض التشريعات في الدول زي فرنسا مثلا في أن الطفل دون سن السادسة عشر لا يستخرج له جواز السفر إلا بوافقة الأبوية ليتم استخراج جواز السفر إلا بوافقة الأبوية تمام يا فندي؟ تمام فنرجع طب معلش في النقطة دي عشان دي نقطة مهمة جدا الأم اللي عارفة أنه زوجها أو طالقها بقى بمعنى أو زوجها نعم بيستعد عشان ياخد الإبن يصفره برا مصر الإجراءات اللي هي تعملها إيه؟ عشان تطلع قرار بمنع السفر فضلا لو هي ولا سلكت هذا الطريق قد يصعب عليها ملاحقته في الفترة البسيطة لإن استخراج منع حد من مغادرة البلاد أمر مش هين وبيأخذ وقت طويل أمر لا يسعب الهين ويأخذ وقت طويل فشاهد من الكلام أن القانون عندنا في مصر يعاقب على خطف الطفل حتى لو كان أحد الخطفين هو الأب أو الأم ولكن هي المشكلة هل المحكمة زي مسادة النايب تفضل وقال النيابة العامة بتوصف هذا الفعل على أنه خطفة أم لا ده بيعتمد على ملابسات كل حالة تمام تمام والأكبر دليل على كده أن كان عندنا حالات مواقعة أنسة من قبل بنته والمحكمة لم تتردد لحظة وحيدة أن تنزل أقصى العقوبة على الأب بل اعتبرته ظرفا مشددة كانت إيه فند الأقصى عقوبة أخذها؟ يعني الحالة اللي حرك بتتكلم عليها دي ودي سمعنا عنها فعلا تمام اللي تجرد من 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 مشاعر الأبوة طبعا ووقع الأنسة كان الحكم إيه؟ الحكم تقريبا كان وصل لدرجة المؤبد تمام؟ يعني ده لو تسأل أي حد في الشارع كده يقولك إعدام إعدام 290 بتقول إعدام؟ طيب بنته وكمان اعتدى عليها جنسيا لا هو ما كانش كانت اللي وقعها تمثل وقاعة خطف برضاها؟ لا بغير رضاها غصدا عنها هو الوقاعة ما كانتش ناتشاء عن خطف وقعت موقعة الأنسة هنا أو هاتك عرضها أو معاشرتها جنسيا ما كانتش نتيجة عن خطف هي برضو هنرجع لنفس النقطة يا فندم حق الطفل أو حق الابن والإبنة تجاه أبوي